لقي ثمانية أشخاص مصرعهم وجرح عشرات آخرون في مدينة نوة بريف درعة جراء القصف الروسي بالصواريخ الفراغية على المدينة والذي أسفر أيضا عن دمار هائل في البنية التحتية على صعيد الاشتباكات حاولت قوات الأسد والميليشيات الموالية له التقدم نحو بلدة الغارية الغربية لكن الثوارة تصدوا لتلك المحاولات وكبدوا نظام خسائر بالأرواح والعتاد حول آخر تطورات ينضم إلينا من درعة مراسل أخبار الآن محمد الحوراني محمد مساء الخير الوضع بنوة بالريف بالتحديد اليوم وبشيخ مسكين كمان كان فيه هناك التصعيد وعامة بدرعة تفضل محمد نعم ميسون مساء الخير النظام السوري المدعوم بالطائرات الروسية اليوم يصعد من عملياته الجوية في محافظة درعة حيث شن حيث نفذت الطائرات الروسية أكثر من 20 غارة جوية على مدن وبلدات محافظة درعة وكانت مدينة نوة لها نصيب في هذه الغارات حيث ارتكبت فيها هذه الطائرات بزرة بوصلت حصلاتها حتى هذه اللحظة إلى عشرة أشخاص وعشرات الجرحة حالتهم خطرة جدا في مدينة نوة لتبعد على مدينة الشيخ مسكين 10 كيلو متر التي تشهد على أطراف هذه المدينة أيضا اشتباكات بين فصائل الجبهة الجنوبية وقوات النظام على أطراف مدينة الشيخ مسكين في محاولة من فصائل الجبهة الجنوبية لاستعادة السيطرة على هذه المدينة التي بسط النظام سيطرتها عليه قبل ثلاثة أيام بشكل كامل الحقيقة الأمر أن النظام السوري يحاول تصعيد عمليات العسكرية والاقتراب إلى مناطق وقد فقدت سيطرة عليها منذ وقت سابق كبلدة الغرية الغربية في الريف الشرقي المحافظة الرعاة حيث حاول نظام ليلة أمس التسلل إلى هذه البلدة من جهة خربة غزالة التي يسيطر عليها منذ 2013 على هذه المدينة ولكن دارت اشتباكات بين قوات الجبهة الجنوبية وقوات الجيش وقوات الأسد وقامت الجبهة الجنوبية بصد تقدم هذه قوات النظام وتكبيت قوات النظام خسار بالأرواح والعتاد وقدر الجنديين من جنسية أفغانية بالإضافة لتتمير الرشاش محمول على السيارة هذه الحملة العسكرية التي يقوم به نظام لعدة جبهات في محافظة الدرعة وتصعيد عسكري بقبل الطائرات الروسية التي ترتكب مجازر في محافظة الدرعة حيث تم استهداف أيضا بلدة بديلة الحراك في الريف الشرقي ومدينة بصراء الشام بالإضافة إلى درعة البلد وبالإضافة إلى استهداف مدينة نوة ومدينة داعل وابطع والشيخ مسكين بالصواريخ الفراغية والقنابلة العنقودية الوضع الإنساني كيف هو محمد إلى أي درجة اليوم الوضع سيء خاصة مع الطقس القارس الذي تعيشه هذه الأيام بلاد الشام وسوريا طبعا حقيقة ميسون ربما الناس أصبحت متعودة على هذا الجو ولكن ما ازداد سوءا في هذه الأشهر هو أنه الطيران الروسي الذي يكثف من غاراته على المدن والقرى المحررة في محافظة الدرعة زاد من عمليات النزوح للمواطنين السوريين إلى الدول الجوار وإلى المناطق الحدودية هرب من قصف الطائرات الروسية حالات الإنسانية جدا سيئة ومتردية في عدة مناطق كمدينة نوة ومدينة الشيخ مسكين التي كان عدد سكانها ربعين ألف ناسا ما هم اليوم مهجرين بشكل كامل بعد أن سيطر النظام على مدينة الشيخ مسكين في القرى المجامرة والمناطق الحدودية ومخيمات اللجوكة مخيم مزاري ومخيم العشرة ومخيم مريقا وبالإضافة إلى من هاجر إلى خارج المحافظة إلى مخيم الرواشد على الشريط الحدودي مع المملكة الأردنية الهاشمية أنا أشكرك جزيلا على كل هذه المعلومات مراسل أخبار الآن محمد الحوراني شكرا لك من درع